واجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل بالتكامل مع المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمة البحرية. ذلك في إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية. كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال انطاق الطاقة النظيفة خاصة الهايدروجين الأغضر وتطبيقات الصناعية المختلفة. وأوضح متحدث الرئاسة أن الاجتماع قد شهد أيضا عرض مستجدات التطوير الجاري بالموانئ العين السخنة والعريش وغرب بورسعيد خاصة بالنسبة للاستخدامات والساحات والمخازن والأرصفة البحرية فضلا عن استعراض المخطط التنفيذي لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة.